بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله زي الطلبة والطالبات طلاب الصف الأول السنة وإن شاء الله نارضة معنا محافظة قناة أول امتحان رقم 14 من كراسة المعاصر وإن شاء الله ابتداء من يوم السبب هنبدأ يونيت 7 في الترمة الثاني برضو من كتاب المعاصر اللي عايز إن شاء الله يتابعنا ونبدأ الترمة الثاني لحد إن شاء الله ما نشوف آخر قرار للوزير يوم 14-12 يطرع يكون فيه متحانات ولا هيدمج الترمان مع بعض ولكن إن شاء الله انتظرونا يوم السبت في بداية حلقات منهج الترمة الثاني كلنا دايما البداية مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مننساش كلنا نشترك في قناتنا سر التفوق والنجاح مننساش نعمل لايك وشير للفيديو عشان إن شاء الله يوصل لكل صحب بالنسبة لكويتشان نومبر وانتشوه the correct answer from A, B, C or D طبعاً وقفنا على قمة الجبل طبعاً لك عايزة لكات منفعش لك كده لك ينظر لك ينظر الى ينظر يبحث فطبعاً عايزة حرف جر أدماير يعجب بالمنظر وانت يريد ثنك يعتقد طبعاً نومبر وان أدماير the view طبع المعنى أدماير the view تيمبريتشر اللي هي درجة الحرارة إس بيس كويت دراماتيكالي at night يعني درجة الحرارة كويت دراماتيكالي يعني بدرجة تلقائية at night so bring some warm clothing clothing يعني ملابسك سقيلة drops بتقل falls بتفشل feels تشعر falls يملأ طبعاً هي letter A drops يعني معناه هنا decreases يعني بتقل طبيعياً في أو دايماً في الليل وحن كده أحضر ملابسك السقيل drops بتنخفر أو بتقل إس بيس is the business of organizing holidays at natural areas إيكو توريست حافظة سائح محافظة على البيئة إيكو توريزم اللي هي السياحة البيئية إيكو هوم ولا إيكو واريور طبعاً هنا إيكو توريزم اللي هي السياحة البيئية some some parents have bad memories of their own space years some parents يعني بعض أولياء الأمور have bad memories عندهم زي كورية سيئة of their own teenage مراهق مراهق تنيجر مراهق واللي عندنا هنا marvelous يعني رائع splendid يعني فخ طبعاً هنا فترة المراهق أو سنوات المراهقة اللي هي تنيجر إنه ون نفسه يعني مذابه متعقر أو سيئ لأن فريقه يعني أداء مقتص يعني رائع يعني سيئ يعني قوي طبعاً هنا يعني بائس أو سيئ يعني هنا means bad طبعاً دا دايماً مرفوض حاجة مرفوضة يعني غير منصوح أن الأطفال تلعب في الشارع منصوح بي ضروري يعني أساسي طبعاً هنا يعني غير منصوح إن الأطفال تلعب في الستريت طبعاً هنا هو إيه بالنسبة للمني توتشارتز للجماعيات الخيرية for the victims يعني رحايا of the earthquake اللي هو الزلزال طبعاً هنا يعني تبرع بالمال father has gone to space the children from school الأب رح يعمل إمع الأولاد للمدرسة father has gone to consist يتكون من ولا عندنا contact يعني يتصل collect يعني يحضر أو يجلب يجمع الأولاد ولا collect يتصل طبعاً هنا collect the children collect يعني يجمع الأطفال maria is going to space in the hermalyze this year tricking السير مسافات طويلة سيراً أو المشي سيراً tricking يخلع يغش kicking يشوت أو يركل طبعاً هنا pickling يلتقط طبعاً هنا tricking tricking يعني المشي أو السير طويلاً شخص ما space into the computer central database شخص ما طبعاً مفروض هنا اقتحم بيانات الكمبيوت أو الشركة الأساسية companies central database بيانات المركزية للشركة طبعاً هنا hacked يعني اقتحم hacked ولا communicated تصل ولا contacted ولا broken into طبعاً هنا hacked into يعني hacked hacked into the company's database or the water is boiling المية بتغلي i space of the gas طبعاً هنا المية بتغلي i space of the gas طبعاً هنا i will turn off the gas ولا i am going to turn off the gas ولا i am turning ولا i turn طبعاً هنا dh quick decision يعني قرار سريع المية بتغلي i will turn off the gas هات فيه الغاز أو البتجاز our house المنزل بتاعنا was robbed يعني انسط عليه أو انسرق last night since we forgot is by the front door الباب الأمامي طبعاً هنا forgot to looking ولا to look ان احنا نغلقه وما أغلقوش هو لو أغلقوا يقول forgot looking ولكن هو لم نسوا انهما يغلقوا يبقى to look لأن قلنا ing معناها تم حدوث الفعل لكن to يعني لسه هيتعمل بسانت space gets up early while being on holiday طبعاً being on holiday بينما بتكون في الأجهزة بسانت don't get طبعاً هنا كاتب لنا gets يبقى مفروض لما يكون الفعل في s يبقى never لأن never بتنفي ولا تغير من شكل الفعل he gave me a pen and a roller but space didn't work but he gave me a pen يدني ألم ومصر but the pen ولكن الألم لي لأن انذكر أول مرة a أو an ولكن سبق ذكره يبقى that my uncle lives in Cairo so I haven't seen him since the age of 10 for the age ولا since the age ولا عندنا هنا already ولأت طبعاً هنا اسمه since the age of 10 عارفين النفور بيجي معه كل ما بيبدأ بالA أو بينتهي بحرف الS يعني مدة زمنية محددة أما since بداية المدة الزمنية her father space her room door where she was studying her lessons her father والدها فتح عليها الباب طبعاً بيجراء past continuous وقبلها past simple فالباست عن simple هنا اللي هو حدث قطع حدث آخر القلب ده أهم أو أهم وزء فعال أو عضو فعال في جسم الإنسان قفة stops لو هو توقف ده شورلي فولو ده ويل ويل شورلي طبعاً هنا شور بيجي معاها ويل طبعاً هنا حاجة فيها احتمال يبقى ويل ويل شورلي هابن طبعاً هنا ويل طبعاً بيجي بيجي smoking recently because they wanted to avoid having heart diseases having يعني يصاب أو catching catching بارتو معناها يصاب catching hearted يعني يصاب بأمراض القرب لإما قول having أو catching بعد كرة عندنا البسج read the following passage then answer the questions events in life bring either happiness or sadness events يعني الأحداث in life في حياتنا bring either happiness لإما بتقلب لنا الأفراح or sadness الأحزان my myself and NFC was leading a kind of life invited by both close friends and acquaintedness invited يعني بيحسدون عليها by both close friends أصدقاء المقربين and acquaintedness my parents who were assembled and kind farmers had a considerably large area of cultivated land والدية اللي هما بحياتهم بسيطة عندهم أرج زرعية they brought me up and educated me in a modern way يعني brought me النشأوني أو ربوني وعلموني in a modern way بطريقة جميلة النموذجية based on good morals معتملة أو أساسها على good morals الأخلاق الحميدة and respectable values between the age of 14 and 19 my eldest brother who worked as a teacher in an urban school looked after me يعني من ما بين 14 و15 سنة أخوي الأكبر كان بيعتني بيا وهو كان بيعمل معلم في مدرسة بالقرب I was like a son to him كنت زي ابني بالنسباله as he was 12 years older than me عشان هو أكبر مني بـ 12 سنة He treated me gently and always spoke to me softly دائما بيعملني بلطف وبيكلمني بحنان Moreover he used to help me study my lessons وكان بيساعدني دا أزاكر دروسي Those years were the best I have ever lived يعني عندي أفضل أيام عشتها بحياتي It was a time of happiness كان دي أوقات سعادة and ease وراحة I was then completely carefree يعني أتمت على رعاية نفسي Then came the university stage بعد كده المرحلة الجامعية When my feelings of shouldering some responsibilities get clearer يعني تحمل المسئولية أصبح واضح However I could successfully pass that edge No pains بلا أحزء بناءلام No drawbacks بلا Drawbacks يعني عيوب Just to refine mistakes يعني أخطاء Trifile يعني symbol Were made by no means had an effect on my life After that بعد ذلك I got married تزوجت And I have two children وأصبح عندي Two children يعني طفلين A boy and a girl بنت وولد أو ولد وبين A year ago وبعد عام I had another girl بعد عام جالي طفل تاني She is suffering from a disease كانت بتعاني من مرض Which is well none يعني كان معروف But incredible Till the age of four يعني غير معروف علاجه لحد سن الأربع سنوات She has upset my life يعني يعني أزعاجت حياتني My happiness has turned into tears يعني ساعتنا اتحولت إلى تيرز إلى دموع The writer was a space as a child than as a parent يعني كان ماله وهو طفل عن ما هو ولي أم طبعا هنا happier happier as a child happier as a child than as a parent ولا no more careless ولا weiser ولا taller طبعا هنا يعني كان أقدر سعادة وهو طفل عمك أصبح وأيه أب يبقى هنا happier till the age of four حتى سن الرابعة the writer's daughter will be healthy pleased cured حتى سن الرابعة the writer's daughter will be cured يعني هنا لم تعالج لحد يعني الحد سن الرابعة هنا the writer's daughter will be ill يعني الحد سن الرابعة سن الرابعة ما زالت مريضة اللي أن هنا incurriable يعني غير موجود علاج لي the underline word acquaintance means طبعا كلمة acquaintance بتسوي knowledge ما عرفها bring up hate ignore no طبعا هنا acquaintance يعني knowledge يعني no the passage deals with the space status of the writers اللي فقيت عملت مع one stage يعني مرحلة two stage مرحل three stage four stage طبعا البسج لو جينا نجيبها هنتلقى تعاملت مع four stages أول مرحلة when he was with his father and mother number two when he was with his brother معه بعد كده at the university stage في المرحلة الجامعية وبعد كده المرحلة الأخيرة اللي هي when he was when he is a parent يعني هو ولي عمل what do you think of the writer's parents تعتقد أن والديه كانوا منهم طبعا قالنا أنهم منهم الفرمر يعني they are they الوالدين they were kind يعني كانوا عطفين مع they were kind and helpful وممكن كانوا متعاملين معه helpful طيب يعني أولي لنا أو اكتب لنا كده suitable طيب عنوان للفقرة ممكن the life أو happiness and sadness for someone شخصنا أو my happiness and my sadness ممكن أقول my happiness my happiness and sadness أو ممكن أقول life is a mixture of happiness and sadness الحياة مزيق ممكن أقول life الحياة life is a mix happiness and sadness زي ما يميكتوب عندنا في القطع happiness and sadness ممكن ممكن أقول life is ups and downs يعني الحياة أفرح وأطرح ups and downs معنى أفرح وأطرح أي عنوان ممكن نحض the word kind has two meanings in the passage excellent طبعا كلمة kind لها معنية ممكن أقول as a noun يعني هي كاسم as an noun يعني كاسم as an noun as an nouns it means it means it means a type يعني نوع طيب يعني نوع طيب ولها معنى ثاني as adjective as an adjective من يقوله هي معنى كأدجكتب يبقى معنى as adjective means nice يعني شخص لطيف يعني كويس kind أو not cruel ممكن أقول means not cruel يعني غير قاسي or not cruel يعني غير قاسي نجي معنى كده للسؤال translate translate into Arabic يعني ترجم إلى العربية reading is a useful hobby it increases our knowledge and enlarges the horizon full of our thoughts reading is a useful hobby القراءة هواية مفيدة it increases هي تزيد من معرفتنا and enlarges وتوسع the horizons مداركنا of our thoughts مداركنا وأفكارنا يفضل الكثير من الناس الحياة الريفية على الحياة المدنية لأن الريف مليء بالهدوء والسكون لو جينا نشوف translation مع بعض القراءة هواية مفيدة تزيد من معرفتنا وتوسع أفاق نس الهدوء والسكون أو and ممكن أقول and calm and calm هذه coldness coldness يعني السكون مرة تانية many people يفضل الكثير يفضل الكثير من الناس الحياة الريفية على الحياة المدنية لأن الريف مليء بالهدوء والسكون many people prefer the rural life to the urban life الحياة الريفية الحياة المدنية الحياة المدنية الحياة المدنية لأن الحياة الريفية is full of peace ممتلئة بال peace يعني السكون أو بالهدوء and quietness ممكن أقول quietness اللي هو السكون أو calm peace and quietness ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا إن شاء الله في حلقات الترمة التانية ترجمة نانسي قنقر